ومن تونس ينضم إلينا سيد محمد بعود الكاتب والمحلل السياسي ورحب بك معنا سيد محمد يعني الحقيقة كل الحاصل الآن في تونس يدعو للكثير من التساؤل الرئيس الحكومة المكلف يقول أنه لن يعلن أسماء حكومته إلا بعد تحديد جلسة لنيل الثقة في البرلمان يعني ما الذي يفهم هنا هل هذا طبيعي ولماذا كل هذا التكتم بشأن الأسماء تحية لك ولمشاهديك الكرام يفهم منها عدة أشياء أولها وأهمها أنه اختلف مع رئيس الجمهورية حول بعض الأسماء لأنه عندما خرج من عند رئيس الجمهورية بعد أكثر من ساعتين انتظار للندوة الصحفية خرج على أساس أنه سيعطي القائمة الإسمية لكن قال أنها جاهزة وأنه أعطى لرئيس الجمهورية ليحيلها هذا بدوره إلى مجلس النواب هل الاختلاف اسمح لي سيد محمد لو لدى حضرتك معلومات أكثر هل الاختلاف ما زال عند حقيبتي الدفاع والخارجية يبدو أن حتى حقيبة الدفاع والخارجية وأيضا بعض الحقائب هناك بعض الأسماء التي اعترض عليها الرئيس الجمهورية ربما وقعت تسوية وسمعنا أن السيد الحبيب الجملي يقول هناك امرأة في وزارة الخارجية ثم بعد ذلك تسربت وثيقة في الساعات المتأخرة من المساء فيها أسماء وعلقت عليها أيضا حركة النهضة وقالت أنها تريد مزيد من المشاورات وأنها لها مع الحقارات والاقتراحات حول هذه التشكيلة سيد محمد تابعنا الوثيقة المسربة هي سربت عبر ساحب الأمر الذي هو حركة النهضة تابعنا مسألة تسريب الوثيقة سربت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكن هل هذا في حد ذاتها أيضا مقصود هذا التسريب للأسماء حتى يكون هناك مساحة ربما لجس النبض مثلا بالتأكيد ووقع تسريبها عمدا حتى يروا ردود فعل الشارع التونسي وردود فعل الفاعلين السياسيين أو المهتمين بهذا الشأن على بعض الأسماء الغريبة التي لا يعرفها التونسيون ورأينا أيضا بالأمس رئيس الحكومة يتحدث عن تطبيقه في جوجل لمعرفة الكفاءات التونسية وهذا أمر بصراحة لم نتعود به سابقا إضافة إلى ذلك موقف حركة النهضة بدأ أمس أكثر غموذا من موقف رئيس الحكومة عندما قالت أنها تريد مزيد من منات تشاور حول الحكومة يعني هي صاحبة الحكومة وهي التي كلفت رئيس الحكومة والآن تريد مراجعة هذه القائمة ورئيس الجمهورية يريد مراجعة بعض الأسماء رئيس الحكومة لا يدري هل يقدم هو قائمته أم ينتظر الرئيس ليست له الأسماء الموافق عليها نهائيا وبالتالي حالة الغموذ هذه تعطي انتباعا واحدا بأن هذه الحكومة رغم انتظارنا أكثر من شهر ونصف تقريبا إلا أنها لا زالت تمر بمخاض عسير لا ندري إن كان سينعكس ذلك عند تمريرها للتزكية في مجلس النواب أم أن الطريقة سالكة هناك شكرا جزيلا على كل هذه الإضاحات كنت معنا من تونس مباشرة السيد محمد بعود الكاتب والمحمد السياسي